موسيقى يا مرحبا بمشاهدي ومتابعي برنامج الافعافية وأكلاتنا وطبخاتنا لهذا اليوم السهلة بسيطة السريعة والصحية اليوم راح نبديها بنوع من الاكلات الخرافية الرزوتو طبعا البعض منكم راح يقول ان هو ريزو لأكن هو ريزوتو طبعا اكيد ان هالمقادير ماتر راح تكون سهلة وبسيطة الي عمل هذا النوع من الاكلات طبعا هذا الرزوتو مو ريزوتو مع بعضهم. سأجمعهم لذلك يسمى ريزوتو. طبعا المقادير ستكون سهلة بسيطة وسريعة لعمل نوع من التمن الإيطالي. لكن مع قرمشة خفيفة من الروبيان. الطبق كل شي حلو. ممكن استبدال الروبيان اللي ما حاب بالروبيان يعني. اجيب الدجاج او اجيب مثلا اذا حبيت ان يساوي الدجاج الكريسبي. اليوم هذا الروبيان هم نفس الموضوع. هم راح اساوي الكريسبي. هم راح اساوي قرمش. بعد ما اقرمش هنا راح اقدمها مع الرز. لكن هنالحل الرز انه ما راح يكون به هذه البغارات الاوبر. هنا راح يكون به خضروات. وايضا غير الخضروات ايضا راح يكون في عندك الموضوع المهم جدا في الريزوتو. هو بصورة عامة اللي هو هذا. شين هو هذا عيني؟ هذا هو الجبن. اللي هو جبن البرميزان. يعني انا لازم اطبخه بجبن البرميزان. كله لايت. هذا كله صحي. كله لايت. الطبق كلش بسيط كله سهل. حتى الطحين اللي راح استخدمه اللي هو طحين اللوز. طبعا اكيد هنا حتى يكون مثل ما ذكارت. من الاخير طبق جدا صح الرز اللي استخدمته اللي هو الرز اللي مدعبل. الناس صح لمصري. الناس صح لتالندي. الناس صح لأيضا من الرز الياباني او الكوري. وهو الرز ما تكون حبايته مدعبلة. يلا خليني اكتب المقادير الاولى. طبختنا اليوم راح تكون ايضا مميز جدا لبعض الاشياء اللي ضفتها. راح اقولها يعني. يعني كو اشياء اني خليتها راح اذكرها اللي هي الطحين مثلا طحين اللوز استخدمت مثلا او ممكن استبدله بالسميد راح يكون عندك هنا استخدام شوية البصل هنا راح استخدم ايضا شوية قروب كامل من البهارات بالاضافة الى الفيف الاسود راح يكون في عندك ايضا هنا راح نطبخ عيني نطبخ خيابع بطعم ونكهة مميز جدا اللي هي قروب كامل من البهار مثل ما ذكرت مشاهدين الحب راح يكون عندك الشغل كله راح نشتغل احنا بزيت الزيتون دلع اني بزيت الزيتون ورا ما تكون عندك هذه الحبشكلات الجاهزة وكاملة خلي مبلش بطبخ هذا النوع من الرز اللي هو هذا اللي هو هذا هذا الرز اللي راح استخدمها طبعا هذا الرز دي يعتبر من الاشياء المهمة جدا بالسوشي شونك يا السوشي خرافي خرافي سوشي تفاصيل شونك يا السوشي تعال انت اليوم قا طفيها اليوم ها هذا اللي يطبق عليه السوشي اتخلب السوشي يتخلب الاكلات اللي تكون طبعا اكيد الاكلات التالندية او غيرها الحلو بهذا انه طبقتها راح نطبقها بالمي يعني نطبقها لازم بالمي فبالبداية لازم نخليلها شون يعني مو ما يطبق هذا مي يعني موت حمسة بالدهن بس حمسة بالدهن استرقاوي قاسي اش قد ما تخلي الاشياء به راح يبقى انه شونو راح يبقى انه ببروبلم راح اجي اسوي التخميرة ما التروبيون تعالشو بالتخميرة ما التروبيون قبعا هنا راح اخلي يالله النسخة اشوقة يالله عم نسخة اشوقة في هارات يالله اوكي اوكي بعدين اخلي له شوية طحين اللي هو طحين اللوز مثل ما ذكرت مخلوط اخلي له طبعا اجدعوة خليت اوني هلقد دسه بنفسك يا عيني هل قد اخلي بس مزيلا اخلط هذي المكونات السوية بعدين شا سوي هنانا مادر يشي جت هنانا اجي هنانا مرة ثانية هم مادر يشي جت هنانا مرة ثانية راح اخلي مي راح اخلي مي بها الكمية هذي تقريبا الله يا السلام بعد ما خليت المي هنانا خليه حادي حتى لو ما يتخفف عدك الطحين طبيعي الموضوع عادي اللي هو طحين اللوس عفوا راح اظل اخلطهم بهذا الشكل بعدين اجي اخذ شنو اجي اخذ كل الروبيان هذا كل الروبيان هذا وانا خليه اخلي بهذا المزيج بعدين اخليه شوية من الفلفل اسود يلا ناخد صالهاتف ام محمد شون الصحة عين ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام والله اصطبت فان حصلك ما حصلك يلا حصلت هنا ام محمد اي والله عيني وانا عاشدت على هالا اثنات الحلوة شكرا جزيلا ام محمد او بتعلم عندك السرعة الصراحة شوال عيني يعني السرعة ماتش يعني حلوة بالاكل الله يخليك هذا من ذوقتش يا غالي الله يحفظك ان شاء الله والله يتسلم عاشد ايدك عيني انتي شوني الطبخة يا كله انا حدت اشارك اياكم ان شاء الله يا هلا بيت عندك اكلة معينة في بالك ممكن نسويه والله عندها اطبقوا اياكم يالله حلو حلو اليوم روبيان مقرمش اه تقريبا مثل ريزو المهم يعني اصير مشارك وصدق في البرنامج يا اهلا بيتش يا اهلا بيتش ايه نشرف بيتش تحياتنا ايليش تحياتنا ايليش تحياتنا ايليش رجعنا وقلنا انه الاشياء اللي ضفناها طبعا اكيد هنانا كلها لعبتها لعبة ميكس بهارات اللي انا دا استخدمه هنانا اللي هو الميكس اللي يطيني طعم و النكا اللي الطبق هذا بالذات يعني واجهنا اخلي طبعا اكيد مرق خضروات بعد ما خليت مرق الخضروات طبعا العلماني لحد الان ما ضايف ملح جيمه نخلي نانا شوية ملح حلوين مازازين دلعنا بشوية ملح نجي نانا نخلي ايضا ملح يا السلم سلم مع الروبيان نجي نانا ايضا نخلي ملح طبعا العلم بعدين نجيب كاسة بها شنو بها مي نفسها ماردة اخلي بعد اجيب اشياء ها ها هذي نفسها خلي بها مي بارد حار دافي بكيفكم يابا والله السراح لبس نشفوف بس تصبر علي بس تصبر علي اليوم بس تصبر علي يا باتر يلا هسا شنو بقى اقدي بقى اخر شي تشت يعني التشكيلة الاخيرة وهي انه نخلطها تمن نحمسها شوية هم بشوية تبهارات نفسها هذه مع الثوم مع هذا الفلفل الحار الفلفل البارد عفوا يلا ناخذ اتصال هاتفي شايماء مرحبا شايماء شون الصح عيوني الحن دلله تمام اذا انت بخير انا بخير بحياتنا اليك بحياتنا اليك يا غاليا شنو اللي وصفة تبخه قاتل اليك عالى يك عالى الطبخات ايج بويس حكى يا غاليا اكيد منذوقتش هذي عندش طبخ معينة ممكن طريقة الفتة بيت تنجان ايه ايه تامرين امر ايه تامرين امر تخميرة اللي شسمه هذا مهمة جدا اللي هو الطحين ونجي هنا شنسا ونغلفه للموضوع هذا بالكامل بهذه التخميرة طبعا مو شرط انه اتركه لمدة ساعات يعني بس انه شوية اتركه بهالطريقة هذي خلاص كل عندك جاهز لا اشياء كلش بسيطة هل سرح ابلش هنا اقلي وقليني عيني قليني قليني عيوني قليني طبعا مثل ما ذكرت انه هنا ايضا لازم اخلي زيت الزيتون واخلي هنا ايضا شنو اخلي هنا زيت الزيتون يا سلام سلم طبعا هاي هاي انا سوتي انا مشخطها هاي انا مشخطها مية بالمية ما اقعد راحة قبل جبت الخاشو قبل طباء يلا ناخد صال هاتف يلو ابو قاسم شون الصحة عيوني شونك عايش تيل شونك عايش بتروحة برنامج يا هلا بابو قاسم هلا بالغالي بس استثمات الزيتوني امكن اي عيني قول عمل الصاص اي امكن اي صاص تامر امر اي والله دلل دلل مملون شكرا شكرا هلا هلا هلا. هلا عيوني. هلا قلبي. ها. يلا. هسا شنسوي نانا وحده وحده. حبه حبه. حبه حبه يا عم. نتلى نتلى نسيتها نتلى. نتلى دنتلها. نانا راح ابلش اغلفها طحين. بعدين انجحها بالماء. وبعدين طحين. هتا تطلع شنو ام ارمشة. ام ارمشة يا جيم ام ارمش. يعني شكوا بيها لما سوي لي لي قدام فت خمسة ستة. زين. هس راح اقعد مدني قاني. واضل اسوي بيها. طبعا الروبيان هذا الروبيان جامبو. طبعا هنا انا اه منظف وكامل. هس راح اشوفكم شون منظف. لازم يكون منظف. احنا هذي المعدة ماتة. هاي. هاي هنان لازم يكون شوفوها. هذي مفتوحة يعني منظف. اكون هنا خط اسود. هذا الخط الاسود مهم انه ينسحب. مهم جدا. والله مره انا قم بكين حاشيها لو ما حاشيها. والله من وصيت انا وطلع ما عفت حراماته. طبق غالي مرخيص يعني تقريبا يجي. تلاقي خمسة اربعين هي تشي شي خمسة اربعين يورو يعني. يعني غالي. غالي. وعفتا للمعون. حرامات عفتا يعني. لانه ما منظف. ويا السلام سلم على الارمشة. اكو شي فار بس ما اعرف شنوه. نجي هنا هنا طبعا القرمشة للدجاج او اللحم. القرمشة او. يعني قرمشة اللحم او قرمشة الدجاج اهنان او قرمشة الروابيان او قرمشة السمشدات. اذا تحبيت ان تسوي سوي هاذا الطريقة هذي طريقة كلش سريعة وكلش لطيفة يعني ما تحتاج انه تخمر الادجاج نفس الطريقة هذي ممكن نسويها للي يحب يريد الريزو اللي هو شنو الريزو طبعا هناك يغلي المي يلا اخلي شنو يلا اخلي الموضوع هذا اللي هو شنوه اللي هو طبعا نكيد التمن طحين زين عيوني وبعدين نخليه بالمي وبعدين نخليه بالطحين ونطلة خفيفة بلش يغلي صدق ايها هاي غلي المي هاي اتامر اجيت هس راح اخلينا اخلي كل التمن اللي عندي اللي هو هذا حبة قصيرة وطبخني اعين بطبخني طبعا ايم دابل هذا شوف هذا لازم اسلقه بعد ما راح اسلقه يلا احمسه بالبرميزان مو اخلي البرميزان نان دايركت لا اليوم اليوم خلت اليوم خلت طبخ علي ما لكم علاقة اليوم وين الملقض يلا هسا نجي نقلي شنو نجي نقلي الروبيان الروبيان مقرمش بس علي كيف كيفك ورح اخليه بزيت الزيتون حتي يكون صحي يا برنس الروبيان يا برنس ارمشني يا عيني ارمشني وقرمشني يا عيوني قرمشني حتى اروح استأنف العمل بقرمشة الروبيان الله يجيبي باستيناف العمل الله باستيناف العمل نستأنف القرمشة وعيش ايامك وسنينك وتاريخك اليوم رح نستمتع باطيب روبيان مقرمش ممكن ناكله هنا اذا عنده قلايا هوائية ممكن تسويه بالقلايا الهوائية ممكن جدا انه تسويه بالقلايا الهوائية تمام تريد تشويه ما عنده قلايا هوائية وتريده صحي كلش ممكن انه تشويه بالفرن تمام بس مهم جدا انه شي يصير عندك هسائل مو بها نار فوق ونار جوه لازم المروحة تكون مشتغلة لازم المروحة تكون مشتغلة المروحة هي رح توزع الحرارة بصورة صحيحة ورح تطيك نفس ما تطيك القلايا الهوائية للعلم يعني واحمد يا احمد يا عيوني يا احمد السلام عليكم احمد هلو شونك عيني هلو عيني شونك هلو بالغالي هلو اخوي نحن يومية انت عمل برنامج جوته احسن برنامج ذهب والله انت ذهب اشهد عمرك انت 13 سنة يا هلو امية هلو احسن برنامج جاهي نحن نبن الغالي قول حبيبي بس اريد نسألك طريقة كبسة دجاج كفتة دجاج كبسة دجاج كبسة دجاج اي 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 سهلة تامر امر تامر امر تشنك على كبسة كبسة اي والله اي اي هاي اللي ياجل عمل اليوم الى غد ادي وصفات البرحة مذاكره ما قائل والله وصفات البرحة مزين هاي يقول لك لا تاجل عمل اليوم الى غد صالوا لا تفاصيل لا 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 هاي الوقفة هاي الوقفة يرادلها شنو يرادلها انت عاش شير رادلها يرادلها ربيانة 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 لا لديك وزن يعني احس احس ما الله ايييييييييييه اليوم صفر طاط ما اكو تقلبني بعد ما ترمشني ترى تفاصيل ترى تفاصيل ترى 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 هذه القرمشة السريعة التي ترى كلها جميلة كلها خفيفة و لا تأخذ منها عندك اثنين لا يحتاج قبل الشجار تخبلها غير تخبلها غير تخبلها تقلبوها لان انا لم أكن تجعلها اضع تجعلها تعرفون انه زيتون غالي فلا تجعل انه من عندك ارمشني يا عيني ارمشني يا جيمي ارمشني يا جيمي ارمشني يا جيمي ارمشني ارمشني ايه اوه اصرف اصرف مي طحين لا تتهاونون لا تتهاونون لا تتهاونون من عملها شوية صح انه شوية تعب لانه راح اضل انت مدنك وكله شوية مغلفه بس تستاهل هذا الوصفه تستاهل اين خليتها بالمي غلط غلطت غلطت طحين بعدين مي بعدين طحين اوكي وتتغلى فيك تصير حلوة تجي تأخذها طحين بعدين مي بعدين طحين مو بيض وحليب هذا كبانيه بانيه انجليزي خليلك ثلاثة هسه انا شنو صار العجز هنا قمنا نتعاجز بالبداية بلشنا واحدة واحدة هسه قمنا نبلش اثنين 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 ثلاثة ثلاثة مزين اني ما احب اشتغل الشغل صراحة لذلك راح اوقف العمل ما راح استأنفه بعد هاي هاي قطعة مزين لاني ورا راح ابدأ ابدأ اشربة الموضوع ما هي القرمشة هاي كابتن تعال تفاصل تعال جيمي ارمشها طبعا طبعا زيت الزيتون بعد قرمشة زين يلا خلي الباقيات معون معون خلد ماذا أفعل لك على ماذا أقول على ماذا أعيني الله 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 قوزي وكنتاكي قوزي قائلة قلت عن طريقة تفضلها كما تفضل مباشرة معا قوزي اداريك وبعيوني اخليك واحلى طبخة اليوم عدنا قرمشة الروبيان هذا جامبو جامبو هذا ما هو احجان ترى اكو جامبو اكو جامبو يعني مرحلتين فيها اكو جامبو كل شيان وخاف اذا اكت قزك على اللوبستر ام الروبيان ام الروبيان سيكل الشبيرة يلا قليني عيني قليني كلها اليوم تقلاء فول تقلاء فول تقلاء الباقي اللي عندي اللي ما كملت قرمشته شوفوا ش راح اسوي له هسا بعد ما اخلص من هاي الطاوة ومن التقلاء ومن القرمشة اليوم كل الروبيان راح اشتغلاني كل الروبيان راح اشتغل ها يلا حلو ها حلوه سهله بسيطه وسريعه باقي عندي هنان الروبيان باقي الروبيان هنان هذا ما راح اخمره راح احمسه مع الثوم مع الففل مع البصل وحمسه مع الريز الريزيتو بعدين نشاهده وانا ما راح اصب بالثمن راح اخلي عليه هذا الثاني اللي هو قرمشته فهذا امر راح اخليه هنا عدي مرحلة ثانية لكن قبل ما ابلش مرحلة ثانية تعال شوفوا التمن شو انصار مزرف يابا مزرف الله عليك الله اوقف 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 قلب الهتمن الله 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 شو تلكمان اليوم شوفوا اللون مالته اليوم سويت ريزوتو ريزوتو حتى يصير ريزوتو يعني مثل الريزوتو بس مثل الريزيتو الايطالي فسويت هذا المكس يمي 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 الريزوتو يخليلي حليب للتمن وتخليلي البرميزان اللي هو جبلة البرميزان وبعدين تحمسه كله مع الثوم فانا ما راح اصبع هذا الموضوع هذا لا راح اسوي طريقة ثانية اللي هي احنا نحبه احنا العراقيين نحب الريزو كلش نحب الريزو لذلك راح اسوي بطريقة الريزو لكن يبقى موضوع الايطالي موجود به ارجع واقول انه هذا الموضوع ده يصير كله صحي لانه ما ده اشتغل الان بالدهن العادي ده اشتغل بزيت الزيتون وقليت بزيت الزيتون وده ريت بزيت الزيتون ودلعت بزيت الزيتون وبعدين ده قلبه يعوني تشوفون القرمشة هاي صحولها ارمشني ترمش هاي اسمها ارمشني ترمش كلما ارمشتني كلما حياتك صار السعيدة طبعا انا لازم انظف هسه لازم انظف نظافه سريعه قبل ما ابلش بالصلطه الايطاليه باقي عندي مرحله واحده بس رح ابلش اشتغلها بس مو هسه باكر ان شاء الله اقل باكر نشتغلها جيمي اليوم اش بيك اليوم مو على بعضك بس لا ما مترايق اليوم الروبيان بس انا وانت اليوم بس انا وانت الروبيان هاي نسيت 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 جيمي نسيت نسيت اليوم خميس نهى 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 اسبوع نهى حلو المواضيع مطاعم ومدري ايش تعال شوفوا الروبيان تعالوا تعالوا لا تتعبوني منو مين الله الله ارمش ارمشني 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 اغاتي ارمشني ترسوها ودلعوها ودلعوها الصير خرافية انظروا لي هذا الدهن هذا ما راح اذبه ما راح اذبه نهائيا ما اذب شيء نهائي اخذ مني عندها واصبها هنا بهاي الكاسة ومطق الكاسة وبقيت شوية جبولي بصل مثروم ناعم لا يعني ليس جبول جبولي ثوم وخلو لي هنا ما نزلت وجبولي ثوم وخلو لي شوية فلفل اسود وخلو لي شوية من هاي البهارات شوية مو كل شوية جيد وبعدين الله تعال 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 اكو شغلة لازم نسويها هني عندك هنا بصل وفلفل الرومي هذا لازم نحمسه ويه البصل ويه الثوم ع السريع لا مستحيل هاي قطعها بهذا الشكل على السريع يلا يلا هذا مشوي هذا هو البابريكا اللي يسألني على البابريكا هاي البابريكا بارده طبعا هاي محاره زيان اجوان اخليها احمسه هنا وحمسني اين يحمسني احمسني اغاتي احمسني هذا اختياري حسب الرغبة احمسني عيوني احمسني ناخد بصل اخضر ايضا اخلينا تعال شوف تعال 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 الله 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 تذكروا الهبا تذكروا هذا اللي قدتكم وراح اقرمشة هاني خليتها بهذا الشكل خليتها بهذا الشكل لا 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 كافي قام يطلع قام يطلع دخان غريب قام يطلع دخان غريب كل هذه المكونات مع بعض البعض قام يطلع عندك الوصفة خرافية بالطعم والنك قام يطلع 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 راح اخلي وين راح اخلي فوق هذا التمن بعد ما خليته فوق التمن شو راح اسوينا شون البرياني شون كان ما تسوي البرياني مالتا راح ابلش اقلب بهذا الشكل واطبخ للروبيان بحرارة التمن هذا يا سلام يا سلام يا سلام سلم ارجع واقول هذا التمن اللي هو التمن الايطالي صار عندك ايضا جاهز عندك هذا الموضوع جاهز شوية راح ابلش اخلي له اخر مرحلة نخلي له شنو هذا البارميزان بعد ما خليت البارميزان راح ابلش اقلبه كله مع بعض البعض يا سلام سلم شو خليت هذا اخر شي خليت جبن على التمن شنو نوع الجبن هذا هذا اسمه بارميزان ما اخلي موزرلة او غيره او تشيدر لا بارميزان حصرا فقط مع الريزوتو اخلي له هذا النوع من الاجبان واتركه لحد ما يذوب مع شنو يذوب مع التمن بنكهة الروبيان بالنكهة الباقي هنا راح اتركه لمدة تقريبا نخلدوه نش قاد 25 دقيقة كلش كافي يلا نجي على السلطة الايطالية السلطة الايطالية دلاني بالسلطة الايطالية برينس يلا شنو عندك بها عندك بها يا عيوني بصل احمر بها توست بها بهارات بها ملح بها اخيار بها شنو حباق الله بها طماطر شنو بالله بعد بها ها هي هاي القلاة الهوائية تمام تمام زين شنسوا هسة راح اجيب هاذا الموضوع الهو انه البعض ما خليت الخبز هنا هاي شنو عنده هاي هاي عندك شنو هاي هاي ابهاراتك تخليلي ابهاراتك بعد ما تخليل بهاراتك شنو عين ignition عيني شنسوا ا onda لو قدي لها زيتA الزيت Highway بعدما اخليتها زيت الزيتون وبضاريتها بزيت الزيتون ها راح ابدأ اقلبهم هيتش اقلب بهذا الشكل بعدين ما اقول لي اقول لي باي باي يروح وين يروح بلق اللاية الهوائية يتحمص ورا راح اقول لي باي باي قلت لكم الموضوع اليوم فول صحي زلاطة عادية كل شو هواي خيار طماطي طماطي بعد ما خليت الطماطي راح اخليلي نعناع بعد ما خليت النعناع بص الاحمر نعناع نعناع نعنعني يا نعناع حبق ماكهبق وينكه حبق راح اضيف هنا اضيفون اضيفون الحامق واخورةезжي ثم اضيفون ملح واحدة لحض less ابحضننا ملح ويا السلم سلم باستطى عدد اظهرتك 10 دقائق القلاية الهوائية واخرط الصلاة الصلاة صارت جاهزة تريد تخلي لها حامض هذه اجتهاداتكم الشخصية هذه اجتهاداتكم الشخصية تخلي حامض اجتهاداتك الشخصية لا تخلي حامض امورك طيبة اظهرت الصلاة اظهرت القرمشة شف القرمشة بعد اللون الذهبي بعد الطعام الريحة الانكểت ستقل لي انت مين تعرف من تعرف من التعرف طعام مثلا لذيث اكيد الله هم في نوع طعام خرافي بعد ما جهزناها هتكون جاهزة هتكون عندي طبق حلوية سريع بوصفة سرية علنية لكن بعد الفاصل دعوني فليلة يا فليلة يا حلوة يا فليلة ريزوتو بعض بعض بعد جبن بعض تعال 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 بعد جبن هذا هذا شنو هذا ريزوتو يا عيني شوف 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 الجبن شوف 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 هذا طبعا الريزو على الريزوتو ثاناتهم سوية سويتم مع بعض من بعض طبعا اكيد اللي يعرف الريزوتو زين راح يعرف السآني ليش صار عندك الطبق بهالطريقة هاي ليش طلع عندك الجبن هذا الجبن ما انا اقول لك هاسا اللي يعرف الريزو الريزوتو راح يعرف انه شون يصد شكله تقدموا نطلعون شكله بالجوجل عيني وتباعون وتباعون شون ونوع اللي هو طبعا اكيد الجبن طبعا البعض كله البعض يتخيل انه الريزوتو هو معجن هو لازم لازم ينطبخ بكمية حليب او مي ولازم يتخلالها شنو لازم يتخلالها يتخلالها جبن اللي هو جبن البرميزان هذا مو مثل التمن العادي طبعا اكيد يختلف عن التمن العادي لانه هذا مو حبايا بحبايا يعني مو مثل التمن لازم تطلع الحبايا ماتة يعني شون احنا نقولها بالعراق معجن اي لازم يطلع معجن اذا ما طلع معجن هذا مو ريزوتو تريد سوى اي تم من عادي تقدر سوى اي تم من عادي لكن لسا مي ريزوتو لسا مي ريزوتو نهائيا الريزوتو ما يطلع حبايا بصف حبايا ما يطلع مستحيل فلازم هنا تتبهون على هذا الموضوع وذا شفتم مطعم سوي لكم ريزوتو وخال حبايا بحبايا قل لا انا اسف اعتذر هذا مو ريزوتو يعني انا ما خالي بيه بارميزان ما خالي بيه حليب ما خالي بيه هالاشياء كلها مزيين هسا انا شا سوي هنا انا لا بيدك لا بيدك قلنا لك اتجع وخلى ايه ما يصير شونها شفوف ليش اخترعت هذي الاشفوف اللي ما زايا هزا بسبب انه توزع بيه الاشياء الجميلة الاشياء الممتعة الله ورا شا سوي عيوني اتصفط لي هذي الحبشكالات اللطيفة الجميلة السعيدة يعني ساهمات مين لا تعال جيمي تعال تعال دانسوي كيكل دانسوي كيكل ريزوتو بس ريزوتو الا خرافي والله الا خرافي وبحبك اوي وبعشك اوي يعيوني اوي يليلي يليلي يعيني يليلي يلا 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 جيمي يلا 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 ي السريع سوف نقوم بمعلومة مهمة معلومة هي كالاتي ما يصير الروزوتو حبايا بحبايا ما يصير الروزوتو حبايا بحبايا لانه اذا الروزوتو حبايا بحبايا هذا ليس الروزوتو حسنا نبي ترات ولا تراتًا ه seventy السلام امممممممممه هكذا اسهك تحفا فنية هكذا اس ejemplo سلم سلم ارجع مرة ثانية نجيب الى هذه خليها هنا و الف و خمس مئة و خمسين عافية يلا اليك جيمي يلا خلصناها والله هاي رديل حلقة كاملة هاي هاي ننغيها ننغيها نكملها باشرة هاي دعنا نشوف هذا الموضوع بعد قليلا نجيب الى الحلويات الحلوية لهذه عبارة عن موز قدك بسكيت الله ريزوتو سهلة بسيطة سريحة شوفوا الثمه نشونه برميزان عندك هنا قشطة كراميل عندك هنانا شوكولات عندك هنانا جوز او شغلة ثانية ممكن نخلوها اي نوع مكسرات عندك ايضا شنو عيني عندك جبنة كريمة ووز حبابات شوكولات واكيد راح يكوف عندك الجوز على حسب الرغبة بعد ما شفنا تقريبا هذ المقادير كلها سوية مع بعض البعض اول شغل نسويها نخليها ذول على النار شوية شوية مو كل شوية مع شنو مع الشوكولات اخلي اول شي شوكولات وانبلش راح اخلي الشوكولات بالبداية واخليلي كراميل حتى يذوب على الاخير شوكولات ذوبوها بالكراميل وذوبني عيني ذوبني بعدها راح اخليلها شنو راح اخليلها جبنة كريمة واحدة بس او قشطة او شنو او قشطة راح ابلش حسن شنو عيني اخلط المكونات الباقية اللي عندي راح يكون شنو عندك هنا راح يكون عندك شوية شوية من طحين البسكت راح ارجع اخليلها شوية كريمة او جبنة كريمة واجب هنا واجب هنا الموز بعد شوية موز عيني دارين موز يا راح بعد ما اضفت هذه المكونات مع بعض البعض راح ابلش اخلطهم سوي هاي كنوع ينمرد لازم الموز مع هذه المكونات مع بعض البعض ما باقي عندك باقي عندك هذا الحلاة تجي تخليلها الباقي من الكراميل وترجع تهرسهم مع بعض من بعض لحد ما تشكل عندك العجينة هذه العجينة جدا مهمة راح تكون يا سلام سلم على نوع الحلويات اللي راح تشوفه بهذه الوصفة وصفة جدا سريعة جدا سهلة وكلش طيبة بعد ما خلطت هلول المكونات كلها سوية بهذا الشكل اذا شفيتها تحتاج بعد شوية بسكت ممكن تخليها شوية بسكت تحتاج بسكت طبعا مئة بالمئة فرط حركة على السريع وارجع مرة ثانية اخلط المكونات سوية بهذا الشكل لحد ما ادوه بكل الموز اللي عندي ها اها صار عندك تمام هسا ش راح اسوي عيني راح اجيب هاد القالب ها انت شوقت شوقت الذوب شوقت الذوب يا عيوني ما عون امرتب هاي ما عون امرتب هاي شنو ما عون ما عون امرتب ها تجي الصبل هذا بالبداية اي والله كان كان ناصي تجيلي تخلي هذا الموضوع بهذا الشكل توزعها بهذا الطريقة هذي يا سلام يا سلام عاديين شو تسوي هابه شو تسوي عيوني تجي تخلي له شوية الجوز شنو هاي قمت بتبدي لا 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 لا.. هناك أزعك على هذا الموضوع و ما تفعل الضوء هنا؟ مع شوكولاتي؟ مع شوكولاتي؟ شوكولاتي مع الكرامل مع مكاة من جبنة كريمة سوف أقطيع التسامة و قم بإستخداموا من الجبنة كريمة التسامة ما هي جيمي؟ ما هي نجعله بدل جبنة الكريمة؟ الكريمة خفق ورما ذوب هذه المكونات كلها مع بعض البعض اجي عدله قبل ادلع الصحن بهذه الكريمة بهذا النوع من الوصفات السهل البسيط والسريع لازم يغلي شون لعد شون لعد يا ابا؟ لازم تسوي لها اغليني يا عين اغليني وتخليها بهذا الشكل داريلي ياها داريها الداريك ما الداريها ما الداريك تاري الله بعدين ش تسوي ايه صحيح ايه صحيح تأخذ الجوز تخليه بهذا الشكل هذا الطعم والنكهة ستكون الله الله طبعا حلوياتك يا برينس مشاهدين الا احب بعد انه صارت عندك الطبق سنصب الصلطة صارت الصلطة يا ابا اخي التحميسة اخي التحميسة اقف 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 ما لحق ما لحق ما لحق بالبداية ناخذ الحبشكلات هذه انسويها والله اعرف بس تصبر علي اليوم بس تصبر علي باشر وانا اقدم لك ايتام امر امر والله صحيح والله صح انت صح انت كلامك صح هذه الصلاطة الصلاطة على كيف كيفك يلا يلا محل ما يشوف محل ما يشوف محل ما يشوف محل ما يشوف محل ما بيها الخبز المحمص النكهة وطعم نكهة وطعم خرافية خلي شوية هنا انا احب اشكالات و الف و خمس مئة و خمسين عافية عافية انطاع عافية مشاهدين اللي احبه بنهاية هذا النوع من الاكلات عندي حصير و الوصفة العلنية السرية لكن بعد الفاصل موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة ريزوتو ليس ريزوتو متمن عادي ايضا كان في عدي صلاطة لهذا اليوم الصلاطة اسمها ريزوتو صلاطة ايطالية طبعا اكيد المشاهدين احباب رح يكونون عندي ايضا بعد رح يكون عندي العصية بس قبل العصية لنشوف الحلويات لنشوف الحلويات لنشوف الجمال لا اقف 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 لنشوف العملية هذه تجي هنا وهذه تجي هنا حتى تبين الحلويات احنا متفقين غير احنا هس يا اطلع جيمي اطلع يا عيوني الله الله احلم بها صلصة مالته الصوس مالها عبارة عن كراميل على شوكولات بالاضافة الى اهنانة خيل هذا اسويه اسويه نوع من الكاسات وابيحها بالسوق ممكن ليش لا خيش فكرة يلا ان شاء الله هنا رح يكون في عندي المنجة لهذا اليوم رح اوظفها بطريقة بطريقة مهمة جدا اليوم رح اسويها عصير اليوم عصير المنجة رح يكون بالفرولة ياسلام اسلام وكله فريش غير الفريش ونحنا ما نخلي وكان المفروض اليوم اخلي لها صبغة لكن الاسف هم نسيت الصبغة ذكروني اسبوع جاي اجي صبغات ذهب ومدرشن هاي السوال في كلها تطلع فلة يلا مقاديرها مكعبات ثلج مهم هاي مهم هاي الوصفة سكر حلوة الدنيا سكر مانجة يا عيني مانجة والله رح اطلع البراند مطيني هاي ايوه بالخشوقة اول شغلا نسويه هنا اخلي الثلج وراح اخلي وياه شنو مشروب غازي بس مدون بس اطلع الثلج حتى اصرب المشروب الغازي حتى ايبين هذا الماركة يلا خليلها شوية شكر لان المشروب الغازي بيشكر بعدين شا سوي عيني اجيب فراولة اييي فراولة ضروري جدا طبعا جامدة هاي كلها من اريد اصوي اصوي حصيراني اجمد كل شي هنا كلها جامدة هاي هم جامدة شوفوه خليل حتى يصبح ثلج باردة مجرش اشغلها يلا 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 يجب يلا 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 حنتين من مشرقية صحة йه و بهذه الطريقة تكتب عليها كيف يعمل طبقنا الرئيس الأساسي سوف يكون لديك السلطة سوف يكون لديك الحلويات سوف يكون لديك الجمال سوف يكون هنا يكون لديك الماء شخص ماء سوف يكون لديك ماء ما هي الماء لديك الحلويات و لديك السلطة طماطق يقول لديه رأس 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 طويلة رأس جميعا نحن نحن نجرب نحن نفق صار عندك جاهز و مجهز يلا تعال يا سلام سلم اذا لم يجرش مرجوع واحد الي واحد الجيمي يا السلام واحد الي واحد الجيمي بعدين شنو حركاتي الجميلة ها لا لا صدق كما ارى اوك غير حركة يلا يلا عادي الطوني الطوني ساعتين ساعتين يا بباعد ساعتين اذا شاعتين اذا ساعتين اذا ساعتين حقا اذا ساعتين صدقاء فتح مطعم بالساعتين يلا خلاص هاذا الاكلات مشاهدين الاحبة و الطبقات الكادر التقدم اليكم لهذا اليوم ريزوتو ريزوتو ترى ها ازعل من عودكم اذا تقولوا تمن وحكوم في عندي هنا شنو لاحكوم في عندي الزلاطة صلاطة او صلاطة واحكوم في عندي الحلويات وختمنا اكيد بالعصيرة شوكم بخير واتمنى لكم نهارا واكيد ويكند سعيد وحلقات جديدة اكيد اسبوع القادم من الشيف خالدون من الف عفر اقولكم باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة